إذا أردت أن تربح حب الناس فتودد إليهم بالهبات والهدايا قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وللهبة والعطية في الشرع أحكام منها أنه إذا استلم الموهوب له الهبة بإذن معطيها لم يجز للواهب أن يستردها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه ويستثنى من ذلك الأب فإن له أن يسترد ما وهب لولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده كما أن للوالد أن يأخذ من مال ولده المقدار اليسير الذي لا يضره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ويصح للدائن أن يتنازل عن دينه للمدين كما يصح أن يهبه لغير المدين على الأصح لأنه إن حصل على الموهوب فهو غانم وإن لم يحصل عليه فهو سالم وتصح الهبة المعلقة بشرط كأن يقول إذا استلمت المكافأة أعطيتك منها ألفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ولا تصح الهبة المقيدة بوقت كأن يقول وهبت لك السيارة لمدة شهر أو سنة لأن هذا ينافي التمليك فتكون عارية ويصح أن يهب مالا لإنسان على أن يستلمه بعد موت الواهب وإذا وهب له شيئا بشرط أن يدفع له بدله كأن يقول وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني ثوبا عوضا عنه صح العقد على أنه بيع وليس هبة وإذا وهب لإنسان ساعة أو سيارة أو أي هبة فمن حقه أن يبيعها ولا يحق للواهب أن يمنعه من بيعها ويجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط أن لا يقصد الإضرار ببعض الورثة وإذا اشترط أن لا يستلم المال إلا بعد موته لم يصح لأن ذلك وصية ولا وصية لوارث ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده دون بعض أو يفضل بعضهم على بعض في الهبة إلا إذا كان المفضل صاحب ظروف وحاجة خاصة كالمرض والعجز فيدخل في النفقة عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم